بينما تواصل تطورات الملف الأفغاني للقاء بظلالها على المجتمع الدولي صندوق النقد يعلق المساعدات المرصودة لأفغانستان ومع السمرار واشطن بالدفاع عن موقفها بشان سحب قواتها الاتحاد الأوروبي يرى أن الوضع الحالي يعطي الفرصة لموسكو وبيكين لتوسيع نفوذهما في آسيا الوسطى مشهد يفتح الباب أمام التساؤلات حول حضور الملف الأفغاني ضمن حسابات صراع واشطن مع بيكين وموسكو وتأثيرات المواقف الدولية على الاقتصاد الأفغاني في المرحلة المقبلة أهلا بكم إلى برنامج الرابط إذن صندوق النقد الدولي يعلق التعاون مع أفغانستان بسبب ضبابية الأوضاع بعد سقوط البلاد بيد حركة طالبان والاتحاد الأوروبي يحذر من الدور الذي من الممكن أن تلعبه موسكو وبيكين في أفغانستان وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلاتنا في حلقة الليلة كيف يؤثر قرار صندوق النقد الدولي في الاقتصاد الأفغاني وهل تلعب موسكو وبيكين دورا سياسيا واقتصاديا في أفغانستان فيما تتوالى المواقف الدولية إذا الملف الأفغاني صندوق النقد الدولي يقرر قطع موارده عن أفغانستان في وقت تتسابق فيه دول من بينها روسيا والصين للاستفادة من الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب الأمريكي والأجنبي اليوم الخامس لكابل تحت سيطرة طالبان سلاحها ورأيتها يحكمان البلد تستمر الحركة في ضخ رسائل طمأن داخليا وخارجيا علها تعيد الحياة إلى مفاصل البلد لكنها لا تلقى صد صندوق النقد الدولي أعلنها بوضوح أفغانستان لن تستفيد من موارده بعد سيطرة طالبان ثلاثمائة وسبعون مليون دولار كان يفترض أن تصل إلى كابل إلا أن الحكام الجدد قطعوا الطريق عليها موقف الصندوق الدولي أعقب موقفا أمريكيا قضى بحجب أصول أفغانستان التي يوجد قرابة سبعة مليارات دولار منها لدى الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات تلقي بظلالها على الاقتصاد الأفغاني الهش الذي يحتل المركز الثالث وسبعين بعد المئة على سلم أقوى مئة وتسعين اقتصاد عالميا فما الذي ينتظر المواطنون هنا؟ ستكون هناك عقبات اقتصادية كبيرة أولا وقبل كل شيء أتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتجميد الاحتياطيات الدولية وتمنع طالبان من الوصول إليها ما يعني أن الاحتياطات الدولية بدلا من أن تكون أكثر من تسعة مليارات دولار ستقتصر على الجزء اليسير المتبقي في البلاد نتيجة لذلك سيؤدي التضخم إلى قفزة في أسعار السلع الأساسية الأمر الذي ينبئ بوضع اقتصادي صعب صورة قاتمة يرسمها رئيس البنك الأفغاني بعد فراره من البلد يعززها تقرير للأمم المتحدة يحذر من مصادر تمويل حركة طالبان على غرار التجار بالمخدرات وإنتاج الأفيون والأنشطة الإجرامية لبسط النفوط أمر يقيد وصول المساعدات الدولية إلى بلد يعتمد اقتصاده عليها بيد أن صعود الحركة إلى الحكم لقيت ترحيبا أكثر حرارة من نظيره عام 1996 فالحركة تصدر وجها ناعما يحظى بقبول مبدئي من عواصم أجنبية عدة منها روسيا والصين التي احتفظت ببعثاتهم الدبلوماسية في البلد فيما تنسحب الولايات المتحدة مخلفة فراغا بعد عشرين عاما من السيطرة موسكو ترحب بمساعي طالبان لمد جسور الحوار مع القوى السياسية الأخرى في أفغانستان موقف مشابه تتخذه بكين التي تسعى للحصول على موطئ قدم في أفغانستان انتلاقا من مشروعها الواعد الحزام والطريق وتحاول إبعاد طالبان عن دعم مسلمي الإيجور في مقاطعة شينكيانغ الصينية موقفان يتنبه إليهم المجتمع الدولي بقلق لا يمكننا في الاتحاد الأوروبي أن نترك فرصة السيطرة وبسط النفوذ لروسيا والصين عبر دعم كابل الصين قد تعترف بطالبان وروسيا يمكن أن تفعلها أيضا وهذا يغير موازين القوى على المسرح الدولي لم تعرف أفغانستان الاستقرار يوما وتعيش على واقع مشهد ينبئ بتحويلها إلى ساحة تنافس اقتصادي سياسي محموم بين أقطاب العالم صندوق النقد الدولي يعلق التعاون مع أفغانستان بسبب ضبابية الأوضاع بعد سقوط البلاد بيد حركة طالبان والاتحاد الأوروبي يحذر من الدور الذي من الممكن أن تلعبه موسكو وبيكين في أفغانستان وبناء عليه نتساءل في حلقة الليلة كيف يؤثر قرار صندوق النقد الدولي في الاقتصاد الأفغاني وهل تلعب موسكو وبيكين دورا سياسيا واقتصاديا في أفغانستان لنقاش ملف حلقة الليلة من برنامج الرابط نرحب بضيفينا معنا من واشطن عبر سكايب السيد عمر صامت سفير أفغانستان السابق لدى فرنسا وكندا ومن موسكو عبر الأقمار الاصطناعية معنا السيد رولاند بيجاموف الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية أبدأ أسئلتي من واشطن معك سيد صمت لنسأل عن حال الاقتصاد الأفغاني وهذه الخطوة التي أقدم علي صندوق النقد الدولي نعلم جميعا أن الاقتصاد الأفغاني إنما يعتمد على المساعدات بنسبة 75% ألا تعمق هذه الخطوة من جراح أفغانستان المالية والاقتصادية طبعا قرار صندوق النقد الدولي وقرار الاتحاد الأوروبي وقرار حكومة الولايات المتحدة بأن تجمد الأصول الأفغانية الأجنابية التي كانت لتستخدم للاستقرار المالي في البلاد إذن هي قرارات سوف تؤثر كثيرا على الوضع الهش أساسا في أفغانستان وعلى الاقتصاد وعلى معيشة الشعب وأيضا على مسائل متعلقة بالموارد والخدمات التي الحكومة الجديدة والتي لم تتشكل بعد سوف يتعين عليها أن تتعامل معها ولكن التساؤل هنا هل هي أوراق الضغط تستغلها الدول والمؤسسات الدولية أو إنها سياسة جديدة تهدف ربما إلى الإشارة إلى حركة طالبان أن هناك سياء بوصولها إلى الحكم يجب أن ننتظر وأن نرى إذا كانت هذه القرارات مجرد إجراءات مؤقتة تعتمد هذه الدول والمؤسسات أو أن السياسة سوف تكون دائما أكثر وتؤدي إلى عقوبات ضد الحكومة حكومة طالبان أو المطالبة بإجراء تغيرات وربما تبني مقاربة لحكومة أشمل جيد إلى موسكو سيد بيجاموف الآن سؤال ضمن نفس السياق العملة الأفغانية أفغاني تراجعت بشكل كبير نقص حاد في السيولة الأسعار بدأت تصعد في المواد الأساسية أتبق الوسطى والفقراء هم من بدأوا يدفعون الثمن وصندوق النقط الدولي يقطع المساعدات إلى أين تسير أفغانستان اقتصاديا وماليا حسب تقديرك؟ نعم وهو كذلك وصندوق النقط الدولي كأي مؤسسة بنكية دولية من هذا المستوى أتقد القرار الذي كان ينبغي أن يتخذه في هذه الظروف عندما الوضع في أفغانستان يصوره الغموط والاقتصاد الوطني الأفغاني مؤلق في الهواء ونحن لا نعرف ماذا سيحدث في أفغانستان في اللجل القريب؟ هل ستتشكل هناك حكومة جديدة مشتركة؟ هل نرى هناك حركة طالبان في نسخاتها الثانية تختلف عن نسخاتها القديمة التي كانت تخكم الأفغانستان قبل عام 2001؟ وهناك أسئلة كثيرة تطرخ من جميع الجوانب إذن نحن في حالة عدم اليقين كمحللين ولا نستطيع إلا أن نتحدث عن بعض السينوريوهات المختلفة من هذه السينوريوهات التي الناس ينظرون عليها في طالبها أربع السينوريوهات ولكن كلها على المدى القريب جدا لأن الوضع يتغير يوميا وأما بنسبة إلى روسيا مثلا والصين أنا أودع أن أتكلم فيها الدرجة الأولى سنسأل عن هذا في مرحلة الروس دعنا الآن نلامس الأثر الذي يمكن أن تحدثه هذه الخطوة خطوة التحاد الأوروبي والبنك وصندوق النقد الدولي وتجميد الأصول في واشنطن ثم نصل الدور الذي يمكن أن تلعبه موسكو وبيكين أعود إليك سمد وقد طرح سيد بيجاموف ضيفنا من موسكو وموضوع السيناريوهات هو الأولى الآن لأن الأمور لم تتضح بعد ونحن نقلب معك هذه السيناريوهات ذكرت احتمالين إما عقوبات مبدئية طويلة المدى وسيمضي فيها المجتمع الدولي وإما هي عقوبات مؤقتة لتركيع طالبان وجعلها تعدل نسختها الثانية كما وصفها ضيفنا من موسكو أنت إلى أي الاحتمالين أم يل أعتقد أن في هذه المرحلة فإن العالم كان العالم الغربي الذي كان يسيطر على أفغانستان منذ عشرين عاما أو ما تبقى من الدول بما فيها روسيا والصين التي ساعدت أيضا أفغانستان على مدى عشرين عاما كلها تنتظر لترى كيف سوف تتطور الأمور سياسيا في أفغانستان وهناك نقاش لمعرفة إذا ما كان سوف يتم تشكيل حكومة شاملة أو أن حركة طالبان سوف تحاول أن تشكل حكومة لون الواحد فقط بمشاركة طالبان إذا ما اختارت طالبان هذا الخيار الثاني فسوف نرى عدم اهتمام معظم الجهات المانحة والمساهمة لأفغانستان وهذا سوف يفتح المجال لدول أخرى بأن تأتي لملء هذا الفراغ ربما روسيا والصين وغيرها من الدول التي تشعر أنه من زاوية جيوسياسية وستراتيجية يكون هناك فراغ في أفغانستان تقرر أن تأتي لملءه ولكن هذا سوف يكون على نطاق محدود ولا يمكن مقارنة هذا مع ما فعلته الولايات المتحدة والغرب على مدى السنوات العشرين الماضية وكانت ذلك مساهمة كبيرة لأفغانستان وصلت إلى حوالي 100 مليار دولار وإذا ما شملنا المساهمات العسكرية فنحن نتحدث عن حوالي 150 مليار دولار من المساعدات أتت فقط من الولايات المتحدة إلى أفغانستان وهذا الرقم لا يمكن للدول الأخرى أن تصل إليه سيد دابي جاموب نفس في نفس السياق دائما نسأل على هذه السياسة المؤقتة أم تراها دائما أنت ألا يعد هذا ضربا من محاصرة لطالبان أو حكام كابل الجدد مما يجعلها تذهب مباشرة إلى بيكين وموسكو هذا الفراغ لابد أن يملأه أحد والطبيعة تأبى الفراغ كما يقال في السياسة أنا أعتقد أن يجب أن نبتعد قليلا عن كل هذه التعبيرات السطحية التي تنظر على المسألة من وجهة النظر الجيوسياسية والصراعات الإقليمية والصراعات الدولية بين أقداب في العالم مشكلة أفغانستان اليوم هي مشكلة ومسؤولية جميع الأطراف ابتداء من الولايات المتحدة والصين والروسيا وجميع الأطراف الإقليمية والاتحاد الأوروبي نمرة واحد هذه نمرة ثانية أنا أعتقد أن الفراغ من الصعب أن تدخل فيه الأطراف الإقليمية والقوة إذا فيها شاهدنا النسقة الأولى من الطالبان إذا غيرت الطالبان ونرى نوس الحركة التي كانت قبل عام 2001 وكل احتمالات واردة لأن الطالبان لها ألوان مختلفة ولها تيارات مختلفة ونسمع اليوم الحوار الذي يروج هذه النسقة الثانية الجديدة من الطالبان ولكن جميع الأطراف متفقة لكي تخكموا في أفعال الطالبان إذن كل شيء يتبين في الوقت القصير أما بالنسبة إلى الفراغ وإمكانية دخول روسيا إلى أفغانستان هذا من الصعب أنا أعتقد لأن روسيا تحمها أمن أمن جمهوريات آسيا وسطة وبعضين ليست روسيا حتى ينوس القدرات الاقتصادية التي كانت أيام الاتحاد السوفيتي لما دخلت وحتى غزت أفغانستان وقبل ما غزت أفغانستان أيضا كانت هناك مشاريع روسية اقتصادية وعبان الحرب أيضا كانت تعمل في أفغانستان ربما بعض الشركات الروسية في هل تستقروا الأمور تدخلوا في أفغانستان وخاصة المشاريع غير مشروعة خطأ نبيب الطابي هناك ثلاث مشاريع المرتبطة بالسكك الحديث واحد منهم من أزبكستان وتاني من أزرباجان وكل هذا من أجل بناء ممرات النقل بين الجزء الأفغانستان لروسيا إلى المحيط الحندي ولكن كل هذا تبقى تحت سؤال الاستفهام لأن حاليا ما نقدر نقول شيء أما بالنسبة للصين أنا ليه يقينة راصخة بأن الصين خصبت على المستقبل سياساتها الجيوستراتيجية والسياسة الجيوسياسية الصينية هي مبنية أولا وقبل كل شيء على المصالح للصودي العمل الاقتصادي وليس للعامل الأسكري وكذلك الاقتصادي كما الناحج الذي يتباوه روسيا وضح ومفهوم سيد جانو أشكرك دعني أمهد لأسئلة موالية لأن الأزمات الاقتصادية والمالية توجه الاقتصاد أو العكس الصحيح أيضا الاقتصاد يوجه السياسة أحيانا هي أزمة مالية كبرى تلوح في الأفق بأفغانستان أسبابها الرئيسية توقف التحويلات الخارجية والنقص الحاد في سيولة البنوك المحلية وذلك بحسب تقرير لشبكة NBC الأمريكية نتابع ثم نعود للنقاش استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان أثار مخاوف من حدوث كارثة مالية كبيرة خاصة أن البلاد تعاني أصلا من اقتصاد هش قائم على النقد بحسب شبكة NBC الشبكة تقول إنه حتى قبل سيطرة طالبان بالكامل على البلاد كانت تضخم مرتفعا بسبب جائحة فيروس كورونا والوضع السياسي غير المستقر على الدوام ومع أنباء اقتراب مقاتلي طالبان من بوابات كابول انخفضت قيمة العملة الأفغانية إلى مستويات قياسية بعد الإبلاغ عن عمليات سحب نقضي واسعة بجانب ذلك علقت وسترن يونيون خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان إلى إشعار آخر كما أن السيولة في البنوك الأفغانية بدأت في النفاذ بحسب الشبكة الأمريكية وبالتالي سيقل النقض بنسبة كبيرة كذلك توقفت التحويلات الخارجية والتي تشكل أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان وتقول MBC إن الطبقة الوسطى والفقراء سيعانون بشكل أساسي من نقص السيولة ولن يكون بمقدورهم شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق لتكون البلاد أمام كارثة مالية متفاقمة أستانف نقاش معك سيد عمر صمد من واشنطن لأسألة في ظل هذه الأزمة وكل معالمها الواضحة التي ذكرنا في التقرير هناك أزمة جائحة كورونا التي أثرت على اقتصادات كبرى فما بالك على اقتصاد أفغانستان المتهالك هل ترى الحكام الجدد قادرين على إدارة هذه الأزمة الصحية والاقتصادية هذا عامل لا يجب أن نهمله أيضا لا الحكام الجدد يعرفون وإن لم يعرفوا أمل أن يلاحظوا سريعا أنهم لن يكونوا قادرين التعامل مع كل هذه التحديات التي تواجه الشعب الأفغاني حتى الحكام السابقين ورغم الأموال المتوفرة له وخبراته لم يتمكن تعامل مع هذه الأزمة إذن أعتقد أن الظروف سيئة جدا وإضافة إلى تخيرات سياسية الحالية المتعلقة بتشكيل حكومة وكيف يتم التوصل إلى حكومة معترف بها أعتقد أنه يجب أيضا التركيز على التحديات الإنسانية التي يواجهها الأفغان وأيضا تحديات المتأتية عن جائحة كوفيد وهذا يشكل تحديدا كبيرا للشعب الأفغاني إضافة إلى تدني المعيشة وهناك الألاف الذين يعيشون تحت خط الفقر ويتقادون أقل من دولارين يوميا وأيضا الحكومة حاليا غير قادرة على تقديم الخدمات التي عادة تقدمها الحكومة وبالتالي بدلا من تقييد تدفق المساعدات إلى أفغانستان وهي مساعدات ماسة أنا لا أتحدث عن مساعدات غير ضرورية ولكن أتحدث أساسا على المساعدات الإنسانية لا يجب إيقافها ويجب أخذ بعين الاعتبار البعض الإنساني وضرورة عدم انهيار الاقتصاد وأن الشعب يجب أن يكون قادرا على الحصول على قوة عيشه والأغذية الأساسية وهذه الأمور يجب أن لا تكون مسيسة هناك مجال للسياسة ولكن في الوقت نفسه هناك تحدي كبير لا يجب أن نجعله يتفاقم الآن دعم سيد بيجمامووف مرة أخرى هذا الضغط والتصعيد الاقتصادي والتضييق أو الخنق الاقتصادي يسميه البعض إلى ماذا يمكن أن يؤدي بتقديرك تركيع طالبان وجرها للتناغم مع ما يطلبه المجتمع الدولي أم ربما قد تزهد في المجتمع الدولي وتذهب لتجارة الأفيون والتهريب مثلما كانت تفعل في السابق والانهيار الاقتصاد الأفغاني والأفغاني البسيط المفقر هو من سيدفع الثمن للحاكمين الجدد أي سيناريوات أقرب للترجيح؟ قبل أن أدخل في كل هذه السيناريوات أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا أنا في رأيي إخدأ أسباب السقوط السريعة لحكومة غاني كانت ظاهرة الفساد لا يخفي أن أحد الفساد كان موجود في أفغانستان ومغزم الموارد المالية التي كانت تعطي للبلاد من الولايات المتحدة ومن جهات أخرى تم تبضيرها وكان الصرف غير الأقلاني نرى أن الطالبان حاسمة وتنوي في القضاء على ظاهرة الفساد وهناك عمل إجابة تاني طالبان تحاول أن تجذب التكنوكرات والموزفين من الحكومة السابقة خطي الناس الذين كانوا في المناصب الإدارية على مستويات مختلفة وترسل لهم إشارات للأوداء للبلاد حتى المترجمين لكي يشتغلوا في البلاد ويعملوا لصالح البلاد وهناك أيضا نقطة أخرى وهناك نقطة حساسة الاقتصاد الأفغاني خسب المعلومات غير رسمية ثلث من حجم الناتج الإجمالي الأفغاني هو الدخل تحويلات المدخيل الآتية من الإتجار بالمخدرات من 4 إلى 6 مليارات هذا الرقم حايل والطالبان قالت أنها هي تنوي تحريم ومنى كل هذا الإتجار ولكن أعتقد أن هنا طالبان هناك نوء من النفاق لأن في المناطق التي كانت تختص سيطرة الطالبان أيضا كانت هناك إنتاج الفيون وإنتاج الخشغاش وكانوا يستخدمون هذه الموارد إذن لو قطوا هذا يعني مدخل لا أود أن أقول أنه الرزق بس أيضا هو الرزق لبعض الناس الفقراء وهي المشكلة الكبيرة إيادة حيكلة الاقتصاد الأوغاني الوطني التي لم يخصل حلها طوال وجود الحكومة الأفغانية طوال سنوات الأشرة الأخيرة هذا هناك التعددات من جميع نواحي في رأيي والوضع الصعب وربنا يسطر كما يقولون شكرا لك التمس من ضيفين الكريمين البقاء معنا منكم أيضا مشاهدين العزاء هذا الأنفاص القصير لا بد منه ونعود لنستأنف حوارنا بعده يجادل البعض بأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيحرر واشنطن ويدفعها للتركيز على الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادى بينما يرى آخرون عن الانسحاب يفتح فراغا ستستغله الصين وذلك بحسب معهد بروكينغز الصينيون ليسوا متفائلين كثيرا بقدرتهم على تغيير أفغانستان كما يقول معهد بروكينغز الأمريكي فهم لا يريدون تحويلها إلى شكل خاص من الحكم يناسبهم فمصالحهم هناك تحركها فقط المخاوف الأمنية لكن المعهد الأمريكي يقول إنه على الرغم من أن القادة الصينيين ليسوا متحمسين لاستلاء طالبان على أفغانستان فإنهم سيتعاملون معها ببراجماتية بكين ستعترف بطالبان وستبحث عن طرق لتشجيعها على الاهتمام بمخاوف الصين الأمنية وستدفعهم لعدم توفير ملاذ آمن لمقاتلي الإيغور والجماعات الأخرى التي يمكن أن تزعزع استقرار أسيا الوسطى أو تضر بالمصالح الصينية وبمرور الوقت يقول المعهد سترحب الصين بفرص الاستفادة من احتياطيات أفغانستان المعدنية ودمج كابول في مبادرة الحزام والطريق لكنها على الأرجح تعلمت من تجربة أمريكا بضرورة تخفيف التوقعات في أفغانستان على حد قول المعهد نعود لنقاشنا من واشنطن معك سيد همر صمد لأسأل بأي عين تنظر الصين وروسيا إلى أفغانستان الجديدة إذا جازت العبارة هل بالمنظار الأمني ومعضلة الإرهاب فقط أمن الصين عينها على ممرات للحزام والطريق وروسيا عينها أيضا على غناءة اقتصادية ومالية أمن الأمن فقط وهو في المقدمة أعتقد أن في هذه المرحلة الأولوية هي للاستقرار والاستقرار يدم على جزء يتعلق بالأمن ولكن أيضا هناك أجزاء أخرى تتعلق أيضا بالعلاقات الثنائية والأولويات لكل دولة وتوقعاتها من أفغانستان وأيضا معرفة توقعات أفغانستان من تلك الدول قال الطالبان على مدى الأيام القليلة الماضية إنها تواد أن يكون لديها علاقات مع كل الدول من دون استثناء وأيضا ترحب بأي نوع من المساعدة للاقتصاد الأفغاني مهما كان مصدرها إذن هناك انفتاح للتعامل مع العالم ولكن يبدو أن العالم ليس مستعدا بعد على التعامل مع الحركة وكل قوة في العالم تنظر إلى أفغانستان من زاوية مختلفة أعتقد أن الاستقرار يعني أن الدول المجاورة لأفغانستان وفي المنطقة بما في ذلك الصين مهتمة كثيرا بالتأكد بأنه ليس هناك فوضى ليس هناك عدم استقرار وأنه يتم تشكيل حكومة في كابول يمكن أن تؤمن مستوى من السلام والأمن في البلاد هذا ينطبق أيضا على روسيا ودول أخرى في المنطقة أما دول أخرى تشعر بسبب خصومات أو بسبب يعني مواجهات لا يهمها إذا كان هناك عدم استقرار في أفغانستان ولكن بالنسبة للجيوسياسة وكما قلنا فإن روسيا والصين وغيرها من الدول تحاول أن تحقق عائدا على الاستثمار في أفغانستان في المستقبل والصين ليست مهتمة بكل الأمور الاقتصادية في أفغانستان طبعا هي قلقة بشأن الوضع في غرب بلادها ولكن الولايات المتحدة وكثيرون آخرون يشعرون أنه إذا كان هناك حكومة معترف بها وهناك نظام يعمل بشكل جيد ربما يودون المشاركة ليس هناك بالضرورة قطيعة تامة قد يكون هناك بعض الجهود التعاونية الجماعية لمساعدة أفغانستان ويمكن لكل دولة أن تحقق مصالح لها بطريقة تسمح للحكومة الأفغانية بأن توازن بين هذه المصالح في أسابق كانت الحكومة قادرة على أن تحل هذا التوازن بين مصالح القوى الإقليمية والدولية من الآن فصاعدا أعتقد أيضا أنه يجب علينا أن نتعلم هذه الدروس وأن نوازن بين المصالح الجيوسياسية والاقتصادية للدول المختلفة جيد بإيجاز شديد سيد سامد مرة أخرى ماذا عن الجيران دول التوق إيران وأيضا تاجيكستان وباكستان هل هي متلهفة لقطف الثمار اليوم اقتصادياً؟ طبعا الأهم بالنسبة لكل هذه الدول هي الاستقرار وإمكانية أن يكون هناك روابط اقتصادية ونمو اقتصادي في المنطقة أعتقد أن هذه الدوافع الأساسية لكل الدول في الجوار جيد أعود إلى سيد بيجاموف لأسألة أيضا ما تطمح مطامح الجيران في أرض أفغانستان وأيضا خصوصا موقف الصين وروسيا بأي عين تنظراني إلى أفغانستان اليوم؟ دائما من ناحية الاقتصادية والمالية والاستثمارية من ناحية الاستثمارية والاقتصادية أنا أعتقد الصين سوف تصبح أول لعب في هذه الصحة الأفغانية إذا استقرت الأمور خاصة أن هناك التوافق الضمني وحتى تم الإعلان أنه في بعض واسائل الأنباء حول مشكلة الأيغور لأن الحركة طمأنة الصينيين بأنه لا يتم استخدام أراضي أفغانستان لتنفيذ الحجمات على غرب الصين على منطقة الشينجيان هذا ما يهمه الصينيون أما إذا راو أن هناك الوضع استقر الصين تدخل لأفغانستان اقتصاديا وليس فقط أبرى طريق باكستان كما يقول بعض الخبراء الذين يقولون أن الصين سوف تستخدم باكستان كخليفاتها حالية للتعصير على الأمور في أفغانستان الأفوة أنا لا أسمع صوتكم تفضل تابع أرفع الصوت في استوديو ماذا عن روسيا الآن نعم سؤال ثاني ماذا عن روسيا بالنسبة إلى روسيا ماذا عن روسيا بالنسبة إلى روسيا أعتقد أنه حاليا لا يوجد أي حديث أن نية أي من شركات روسية مثلا التي تعمل في سكة الحديث أو في أي مجال تاني لدخول أفغانستان لأن الوضع غير مستقر نحن نعرف ذلك ثم القدرة للشركات الروسية القدرة التنافسية والاستثمارية هي أفغان من قدرات الشركات الصينية ماذا عن الدور الإنساني الروسي؟ هل يمكن أن يعوض الغرب ولو لفترة في يدي الفترة وروسيا دائما ما تريد منافحة الغرب في هذا المجال أو منافسته؟ لا أعتقد أن روسيا بصراحة حقيقة تستطيع منافسة الغرب في هذا المجال إذا ننتلق من الأرقام هو صحيح روسيا تشارك دائما في العمليات الإنسانية وفي دعم اليونسكو وفي دعم وفي إرسال المصادات الإنسانية ولكن أعتقد لا يمكن الحديث مثلا الغرب يترك أفغانستان وروسيا سوف تأخذ هذا كل هذا العبع على أتيكها أشكرك لابد أن نتوقف هنا في الختام لابد أن أشكر من موسكو شارك معنا سيد رولاند بيجاموف الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكرا كما أشكر أيضا من واشنطن السيد عمر صمت سفير أفغانستان السابق لدى فرنسا وكندا جزيل الشكر لكوما قبيل ختام حلقة هذه الليلة من برنامج الرابط نذكركم بسؤاليها صندوق النقد الدولي يعلق التعاون مع أفغانستان بسبب ضبابية الأوضاع بعد سقوط البلاد بيد حركة طالبان والاتحاد الربي يحذر من الدور الذي من الممكن أن تلعبه موسكو وبيكين في أفغانستان وهو ما تسألنا عنه في هذه الحلقة كيف يؤثر قرار صندوق النقد الدولي في الاقتصاد الأفغاني وهل تلعب موسكو وبيكين دورا سياسيا واقتصاديا في أفغانستان في ختام حلقة الرابط خلص النقاش وفق ضيفين إلى التالي خطوة صندوق النقد الدولي وقرارات تجميد الوصول الأفغانية دوليا كلها عوامل تعمق أزمة الاقتصاد الأفغاني وستؤثر على الوضع الاقتصادي الهش أصلا في أفغانستان وكذلك على الخدمات التي تصل إلى المواطن الأفغاني أما تعامل موسكو مع الطالبان فلن يخرج عن إطار الإجماع الدولي حيث تتطلب الأطراف الدولية سلوكا جديدا لطالبان جديدة من أجل التعامل معها إلى أن بيكين قد تجد نفسها ملزمة للتعامل مع طالبان من أجل حفظ مصالحها إلا أن استئثار طالبان بالحكم قد يدفع بالغرب لمواصلة الضغط على أفغانستان ختام الرابط للليلة دمتم في أمان الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر